سلام لبنات كيف دي ريلا بس عليكم تمنى يا رب تكونوا كاملين بخيروا على خير هذا اول فيديو ليه في القناة تمنى اعجبكم غادي نحضر معاكم فيه واحد البسطيلة ديال الحوت المعتمدة عندي كتجي بنينة وغزالة كتجي كتشهي لا في الشكل ولا في الماداق نتمنى اتنا الاعجابكم يا ربي هنا يا عندي المقادر اللي غادي نحتاج لهاد البسطيلة هادي المقادر كاملين حطتهم هنا يا عندي كيلو اللاروب ديال ورقات البسطيلة وكيلو ديال الحوت البيض ما يكونش فيه الشوك وكي ونص كيلو ديال الكروفيت نص كيلو تلكالامار وعندي واحد الحق ديال لشومبينيون قصبرو معدنوس الحامض التوما عاصرة الحامض وعندي الهريسة الزعتار ورقسيد ناموسا والقوام ديال الحوت والشعرية الصينية وغادي نحتاج الفرماج الحمر كذلك والسوس ديال السوجة هادو المقادر اللي غادي نحتاج لهاد البسطيلة هادي ووحد ضامة ديال الحوت والزبدة اللي بنات هنا اخذت الطحانة ديالي عفواً غادي قدرت فيها القزبور معدنوس وغادي فلتاتة ريوس محكوكين ديال التوما وغندير معلقة كبيرة ديال الهريسة مع العصر ديال الحامض هنا القوام اللي بنات درت معلقة صغيرة ديال التحميرة ومعلقة صغيرة ديال السكنجبير ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم معلقة صغيرة ديال الكامون معلقة صغيرة ديال القزبور يابس ومعلقة صغيرة ديال اللبزة وشوي ديال الملحة درت تهير شوية الملحة لبنات حين درت هنا يا قنور ديال الحوت درت واحد لقنورة ديال الحوت غادي تشوفوها سوف ندير ثلاثة المعالق كبار السوجة هما مالحين ما نحتاجوش نكتل الملحة بزاف باش ما يجيناش باش ما يجيناش شرمولة مالحة هادي البنات الشرمولة كان وجدوها على تساع باش كتسهل علينا تحضير ديال هاد البسطلة كان نهزو مننا ونشحر الحوت بكل سهولة صراحة هاد الماكينة هادو اللي خرجوا غزالين كينفعونا في الكزينة بزاف هنا يسدي الطحانة ديالي وغادي ينطحن كل شيحتي انسجم لنا العناصر انسجموا لنا العناصر مزيان هنا البنات واجدات الشرمولة ديالي هلا هاد الشكل كنخليوا على تساع وكنوجدو الحويج الاخرين عندي هنا واحد الكاسرنا درت فيها الماز الزعتر والقصيد ناموسا والحامض ودرت فيها الكالامار يتسلق ما تسلقوش هالبنات بزاف باش ما يقسحش ولكاسرنا الأخرى درت فيها القشور ديال الكروفيت مع ورق صيد ناموسا والحامض هاد المال البنات ديال القشور الكروفيت مع المال اللي اسلقت فيه الكالامار هو اللي كان صفيه من بعد وكان طيب فيه الشارية الصينية هنا اخذيت واحد المقيلة درت فيها الزبدة وغادي ندير فيها واحد جوج مع الققبار ديال الشرمولة ديال الحوت اللي وجدنا وغادي ندير فيها الحوت لم بعد ما قطعته مربعة صغار وغادي نشحره مزيان في هاد الشرمولة هاتي تم الكالامار ديالك يتسلاق القشور ديال الحوت يتلقوه البنة ديالهم في داك الماء صراحة كدجي الشعرية الصينية بنينة من السما بهدك اللي ما فاش فاش غادي تسلاق هنا اللي بنات نوبلو ولدرت مع القاة واحدة كبيرة من بعد ستت مع القاة اخرى ديال الشرمولة ديرو جوج مع الق كبار ديال شرمولة تلحوت فجوج مع الق ديال الزبدة كان شحره مزيان تكيحيد منو هاد المهادة العافية تكون مجهدة باش كين شف لنا هاد المهو ويشربو لنا الحوت كيف كتشوفو العافية عندي مجهدة هاد اول ما بنات لي قتلكم غاد ندير فيه الشعرية الصينية هاد المهو هاد المهو ديال القشور ديال الكروفيت ولمهو اللي سلقنا فيه الكالامار كنعود ليكم باش يكون كل شي واضح وحتى حاجة ما تزقلوها غادي نخلي تكيشاريه ديالي واحد شوية قريبا واحد خمسة ديال دقايق من بعد كنصفيها هاد الحوت ديالي شرب ديك داك المال اللي يطلق مزيان غادي نحيدوه على جنب غادي نديروه في شي تبصل كبير وغادي ناخدوه الزبداج وجمع الققبار وشرمولا ديالي وغادي ندير الكروفيت اتشحر حتى هو مزيان إلا خصتكم اللي بنتشرموا كتزيدوها خصتكم زبيدة كتزيدوها كل شي على حسب المقادر اللي عندكم وعلى حسب القياس اللي عندكم هنا يالكالامار ديالي بعد ما اسلقتو غادي نتسن الكروفيت يطيب لي هادي الشرية الصينية بعد ما طابت صفيتها وهنا الكروفيت ديالي نرجعوه غادي نحيدو الكروفيت وغادي بقالي ندك الماء وفاش غادي نطيبو الكالامار والشامبينيون غادي نزيدو مع القاكبير ديال الزبدة وشرمولا في نفس الوقت ضفت هنا يا الشامبينيون ديالي ومع القاكبير ديال الشرمولا وغا نخلط هاد الشي مزيهان هنا هنا يا لبنت عاد ضفت الزبدة اللي قلت لكم ديال هاد الشرمولا مزيهان ندخلو القوام تبدل لون ديالو هنخليه واحد شوية سورب نياذج سورب الماء من بعد غدا نحيدوها اللبنت ونضير هاد الشي حيت كامل الزبدة inate نضيف شعرية الصينية ! ، ، ، ، ، ، ، اضع صوص الصوجة اضع صوص الصوجة اضع ورقة طويلة اضع زيت نضيف كل شيء في المول نضيف كل شيء قدد نضيف كل شيء نحاول نقدها مزيانة البنات بيدينا هادوك الجناب ديال الورقات البسطيلة كي يتلكم البنات دهنتون بالزبدة والزيت مزيان باش الزبدة والزيتة البنات ما كتخليش الورقات البسطيلة تجي معجنة ولا قاسحة في الماكلة كتجي قرمشة وزوينة وبنينة في الماكلة هنا يا البنات تراني كان قادم مزيان كيف قلت لكم الوجه ديال البسطيلة وغادا نجمع دوك الورق ديال البسطيلة عندي اللي في الجناب غادا نجمعو من الوسط وفنفس الوقت وانا كان ندهن بالزبدة والزيت بلا ما تدروا البنات لا دقيق لصفرط البيض باش تلسقو ما تحتاجوش دهنو غير مزيان بالزبدة والزيت في الكفاية كافي هنا البنات تراني مدابزة معها باش نقعد ده كيف شفتو انا كان صاب وانا كان دهن بالزبدة والزيت نأخذ هاليبنات واحد جوج ورقات ديال البسطيلة باش نجرهم فلوجه ندهن الزبدة و الزيت و الزيت الثانية نقعد لها الوجهة لها يأتي مقعد ديما لابنت الورقة البسطلة نشوف البلاسة الحرشة والداخل والملسائي اللي ندهن من الفوق ندهنه بالزبدة و الزيت في نفس الوقت نجمعها البنات الجناب البسطلة دينا نحاول نقدوها مزيان نجمع الجناب سمحوا لي البناتها للتصوير هذا اول فيديو لي يبقي غير مبتدئة ما زالت تصوير عندي ناقص غيجر بوعد البسطلة راكا جيزوينة و ابنينة ما تشبعوش منها جيغزالة هنا يعد خط عليها باش نقد نقدها مزيان مزيان و دهنة مزيان و دهنة مزيان و دهنة و دهنة لنبقى الزبدة و الزيت و ندخلها لفرن اضغطتها بشوية الصجا و الحليب ودخلتها الطيب هنا نحتاج لفرمج محكوك حمر نضيفه من الجناب ورقات البستلة الشاطولية شرائط ودخلت البستلة بصفر البيض ودخلت الشرائط في الوسط وما هدو كيبان ولي ندبه في الوسط يجو عاطين لمنظر الصراحة هدو المقطع تحدث لي لبنات من الفيديو هنا يزين شرائي حدية الحامض ومسحة ورحة لبنات ورحة كتجي بنينة يجربوها وما تنساوش تلعموني بلايك وابوني بشوصوكم كل جديد موسيقى موسيقى موسيقى